اشتركوا في القناة فيمكنك فقط مراسلتي على عبر أو عبر هذا الإيميل consulting at rave.me وسيتصل بك ممثل يعني يحدد معك موعد إذن موضوعنا لهذا اليوم هو موضوع حول الـ MTU صديقي صديقتي هل تعرف ماذا يعني الـ MTU الـ MTU له دور كبير جدا في تحديد طريقة تعامل جهاز الروتر مع أجهزة الروتر الخارجية وهو له فضل كبير في تحسين الأنترنت فهل سبقها و سمعتها بالـ MTU لا رجعا أنقر على الزر لايك لأن اليوم ستعرف سر من أسرار الأنترنت الجيدة سر من أسرار أن تكون عندك أنترنت جيدة ويعني بالـ maximum optimization فـ MTU أصدقائي هو اختصار لجملة maximum transmission unit لكي أفسر لك ماذا نقصد بذلك فسيكون المثال نفترض مثلا عندنا صندوق تفاح أوكي عندنا صندوق تفاح ونريد مثلا طلبت منك أن تنقل هذا الصندوق التفاح من مكان A إلى مكان B فطريقة نقل هذا الصندوق قد تكون مثلا تفاحة تفاحة 20 تفاحة بعشرين تفاحة أو الصندوق ككل يعني يمكن أن تنفعه وتضعه في مكان آخر إذن الـ MTU ما يقوم به هو تحديد طريقة نقل هذه البيانات هل سننقل بتفاحة تفاحة أو بصندوق إلى صندوق فبالتالي إعدادات خاطئة في الـ MTU إعدادات غير يعني is not optimized for your router ماذا يعني ذلك يعني أن جهاز الـ router لن يتعامل مع الشبكة الخارجية بشكل جيد وبالتالي ستعاني من ping مرتفع ستعاني كذلك من ضعف في التحميل ستعاني كذلك من انقطاعات في الأنترنت من حين إلى آخر فكيف يمكننا أن نقوم بالحصول على الإعدادات إعدادات الجيدة لـ MTU أو عفواً الـ MTU نعم في جهاز الـ router فما يجب أن تعلم صديقي أخي وأختي أن الإعدادات الـ MTU ليس بالضرر أن تكون نفس الإعدادات بجميع الـ router كل جهاز كل جهاز روتر كل شبكة لها إعدادات MTU خاصة بها فبالتالي سأريك في هذه الحلقة كيف تقوم أولاً بتجربة إعدادات الـ MTU يعني أفضل إعدادات MTU بالنسبة لشبكتك وكيف تقوم بتعديلها على مستوى جهاز الـ router تتبعونا أمير رغيب على مدونة المتحرف محترف محترف ابقوا معي إذن على بركتي الله من الأجل طريقة معرفة أفضل MTU يشتغل مع جهاز الـ router سنقوم أولاً بالدخول إلى مواجهة الأوامر على الـ Windows ثم نقوم بكتابة هذا الأمر كما تشاهدون ثم الموقع مثلاً Google www.google.com يعني إذن بعد ذلك ما سنقوم بأصدقائي هو كتابة رقم الـ MTU نبدأ بـ 1500 ثم ننزل إلى الأسفل إذن 1500 ثم ننزل إلى الأسفل لاحظوا معي عندما سأختار الرقم 1500 لن يشتغل معي لاحظ معي فهو لا يشتغل معي يعطيني في الـ Loss 100% 100% في الـ Loss فبالتالي هذا الرقم غير صالح بالنسبة إلي إذن سأذهب وأجرب يعني أنزل إلى الأسفل يعني مثلاً سأجرب الرقم الذي وجدته في جهاز الـ Router عفونا الخاص بي هو 1492 1492 يعطيني أنه غير صالح أصلاً شاهدوا معي غير صالح Loss 100% إذن يعني نبدأ هكذا في التجربة إلى حين أن نحصل على 0% في الـ Loss يجب أن نحصل على 0% إذن 1460 نفس المشكل أوكي إذن سأجرب مثلاً عفوناً إذن نجرب مثلاً ألف واربعمية ومثلاً وعشرين نفس المشكل إذن 1420 لاحظ ما هي يعطني في الـ Loss 0 يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الرقم 1420 هو الرقم الجيد بالنسبة لجهاز الـ Router الخاص بي إذن السؤال الثاني المطروح كيف أقوم بتغيير الـ NTU على جهاز الـ Router؟ أول شيء عزيزي يجب أن تدخل على جهاز الـ Router انطلاقاً من عنوان الـ Router الذي ستجده في ستيكر خلف جهاز الـ Router بعد ذلك إذا لم يسبق لك أن غيرت الباسورد الخاص بجهاز الـ Router ستجد الإعدادات الافتراضية قم فقط بالبحث عنها بالنسبة لجهاز الـ Router الخاص بك ودخل على جهاز الـ Router بالنسبة للإعدادات نذهب دائماً إلى شبكة الـ Internet إعدادات شبكة الـ Internet طبعاً لحال كل جهاز الـ Router وطريقة التعامل معه بالنسبة لهذا الجهاز نذهب إلى One ثم بعد ذلك نذهب إلى Internet ونقوم بتغيير هذا الرقم إذن بالنسبة إليه سأقوم بتغيير هذا الرقم إلى 1420 أكي؟ Apply بالنسبة للـ Fiber Optic نتحدد عن ليس عن الـ MTU ولكن كما لاحظتم فأنا قمت بالتغيير في ناحية أخرى وهي الـ MRU MRU MTU is the same يعني ما في مشكلة إذن قمنا بالتغيير ليس كذلك عندي إعداد آخر هنا سأقوم بإعدادي كذلك لست مطالباً يعني فقط شبكة واحدة في حالتي الخاصة عندي شبكتي إنترنت إذن سأغيرها إلى 1420 ثم Apply جميل الآن بعد ذلك نقوم بعمل ريستارت لجهاز الروتر أصدقائي إذن بعد عمل ريستارت لجهاز الروتر نذهب إلى Speed Test ونلاحظ ما إذا كان هناك تحسن بطبيعة الحال إذا كنت تتجرب يعني إنتلاقاً من حسوب مكتبي أو عفواً عن طريق الواي فاي تأكد أن في الواي فاي يعني عادةً يكون الـ Pink مرتفع فمن أفضل يعني أفضل شيء من خلالي تستطيع التجربة هو أن يكون عندك شبكة إذرنت في حالة إذا لم تكن عندك كيبل إذرنت فطبيعة الحال حاول أن تقرب جهاز الروتر إلى الواي فاي حالتي الخاصة أنا بعيد نوعاً مع النقطة الواي فاي لظروف أن المكتب يوجد بعيد نوعاً مع النقطة الواي فاي ولكن هذا يعني ليس مشكلة سأبدأ نشاهد معي هكذا نستطيع أن نعرف ونتفقد طبيعة الحال صراحةً لن تلاحظ الفرق أكثر في مسألة عمل Speed Test ولكن ستلاحظها أثناء التصفح كون أنك لن تعاني من تقطعات لن تعاني من المشاكل الحالية التي تعاني منها إثر ضعف الـ MTU وللإشارة الـ MTU وآخر نقطة نفكر فيها عندما يكون عندنا مشكلة في الانترنت بل قد تكون مشاكل فيما يخص يعني الـ cable الانترنت قد تكون مشاكل بالنسبة لمزودة الخدمة لكن نتحدث هنا أن هذه المشاكل غير موجودة ومع ذلك فعندك مشاكل في الانترنت حيث غالباً يكون إعدادات الـ MTU غير صحيحة في جهاز الروتر بها الأصدقاء نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بطبيعة الحال يمكنكم التعرف أكثر على إعدادات الـ MTU عن طريق كتبت فقط MTU على جوجل وستعرفون كذلك مجموعة من المعلومات حول هذه الإعدادات إلا أن ألقاكم في حلقة أخرى بني لا دمتم فهمتها لا تنسوا النقر على زر سبسكرايب ونقر على تفعيل الجرس للحصول على آخر المواضيع بطبيعة الحال كذلك يمكنكم متابعة على صفحاتي الاجتماعية أزيد من 5 مليون مشترك فقط عن طريق الروابط الموجودة في الأسؤال في الـ description إلا أن ألقاكم في فيديو قادم بإيد الله دمتم في أماني الله حبي وتحياتي